السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله على نعمة العلم والحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا بكم وحيا هلا بطلاب وطالبات العلم والجد في الصف الرابع الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودرسنا اليوم تابع لموضوع أحسنتم نظافة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يا أبنائك ما تالمون بارك الله فيكم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق والله سبحانه وتعالى لما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم فكان النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاق عظيمة وكذلكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل الهدي والله سبحانه وتعالى جعل لنا في رسول الله أسوة حسنة فنحن نقتذي بالنبي صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى أهداف الدرس ومن أهداف الدرس يا أبنائي أن يوضح الطالب كيفية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة جسده أحسنتم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافة ماذا؟ بدنه وهذا البدن وهذا الجسد الشريف والطاهر صلى الله عليه وسلم وكذلك من أهداف الدرس أن يوضح الطالب كيفية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة ثوبه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافة ماذا ثوبه وملابسه ومن أهداف الدرس أن يوضح الطالب كيفية اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة فمه ويديه بعد الأكل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك وكذلك من أهداف الدرس أن يبين الطالب المواضع التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وتعلمون يا أبنائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في السواك وكان حريصا عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك من أهداف الدرس أن يستدل الطالب من السنة على الاختسال يوم الجمعة فإذن يا أبنائي هذه هي أهداف الدرس والآن ننطلق هيا بنا يا أبنائي في هذه الرحلة التعليمية المفيدة والممتعة نأتي الآن إلى مراجعة الدرس السابق الذي كان بعنوان حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع القائمين على قضاء حوائجه وتعلمون يا أبنائي أن طالب العلم وطالبة العلم أمثالكم يحرصون دائما على المراجعة والتحضير للدرس الجديد فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي على المراجعة والتحضير مر معنى حديث أنس هذا الحديث العظيم الذي قال فيه هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك خدمت ماذا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين وتأملوا يا أبنائي في هذه المدهة الطويلة والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا وهذا يا أبنائي فيه دلالة واضحة على حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أحسنتم مع من يقوم على قضاء حوائجه فنحن يا أبنائي نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحسن التعامل مع الخدم ومر معنا كذلك يا أبنائي التعريف في راو الحديث هو أنس من مالك الأنصاري نشأته كان شابا ونشأ شابا في طاعة الله أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يمازحه ويدعو له بالخير ويدعو له بالخير فمن هذه السيرة العطرة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فنحن يا أبنائي نستفيد من ذلكم أننا نمازح ونلاطف الخادمة والخادم وكذلك يا أبنائي ندعو لهم بالخير نأتي الآن إلى فوائد الحديث فمن فوائد هذا الحديث العظيم ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا ورحيما والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التعامل مع من يقوم بقضاء حوائجه وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث مكانت أنس بن مالك عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل وكذلك من الحث على حسن التعامل مع العمالة المنزلية فنحسن يا أبنائي التعامل وإذا صدر منهم خطأ أو زلة فإننا يا أبنائي نتعامل معهم ونصحح لهم هذا الخطأ بالرفق واللين كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الآن إلى القائمون على قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم فمن أشهر القائمين على قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس من مالك الأنصاري وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده فكان يدعو له بالخير وكذلك من الصحابي عبد الله بن مسعود الهدلي كان صاحب الوسادة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل سواكه ونعليه وطهوره وكذلك أحسنتم عقبة بن عامر الجهني وكان صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار نأتي الآن إلى نظافة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم يا أبنائي ونتعرف على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا صلى الله عليه وسلم بعنايته واهتمامه بموضوع ماذا؟ النظافة وقد دعا إليه وحثنا عليه وكذلك يا أبنائي الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي على النظافة والطهارة والاختسال وأن نزيل ما يعلق في وعلى أجسامنا من الأوساخ والأتربة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بعنايته واهتمامه بالنظافة وحرصه عليها ومن ذلك بارك الله فيكم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد والبدن فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل أي غسل ماذا؟ الجسم كاملا بالماء والذي يعرف بيه الاستحمام وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاغتسال خاصة يوم الجمعة لماذا يا أبنائي؟ أحسنتم لأنه عيد الأسبوع وكان يأمر بتقليم الأظافر فإذن يا أبنائي نعتني بارك الله فيكم بنظافة الجسد والجسم والبدن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ويكون ماذا؟ كيف سكون يا أبنائي؟ هذه النظافة تكون ماذا؟ بالاغتسال أي بغسل الجسم كاملا بالماء وكذلك يا أبنائي نحرص بارك الله فيكم على تقليم ماذا؟ الأظافر حتى لا تمتلأ بالأوساخ والبكتيريا فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي على ماذا تقليم الأظافر وعدم إطالتها فنحرص على ماذا يا أبنائي هذه النظافة ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ناتي الآن إلى ماذا يا أبنائي؟ إلى الثوب والنعلين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على نظافة ثوبه ونعليه صلى الله عليه وسلم وكان هذا الثوب الذي كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه نظيفين حسنين أي من الحسن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على النظافة وكان يأمر أصحابه بنظافة الثياب كان يأمر أصحابه ويحثهم على ذلك أي على نظافة ماذا؟ الثياب والنعلين كما جاء في حديث جابر نستمع الآن لهذا الحديث الذي يبين بوضوح حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الثوب قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبة فإذن يا أبنائي بارك الله فيكم كما قال جابر بن عبد الله في هذا الموقف لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا الرجل يرتدي هذه الثيابة الوسخة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبة حتى يكون هذا الثوب ماذا نظيف وحسن فنحن يا أبنائي نعتني بنظافة الثوب والنعلين نأت الآن يا أبنائي إلى نظافة ماذا فمه صلى الله عليه وسلم ويديه بعد الأكل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافة فمه فكان يغسل فمه بعد الأكل وبعد شرب ما له أثر على الأسنان ورائحة الفم مثل اللبن مثل اللبن كما بيّن ابن عباس في هذا الحديث نستمع الآن لهذا الحديث الذي يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الفم والأسنان واليدين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما فإذن يا أبنائي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث لماذا تمضمض بعد شرب اللبن قال إن له دسما وانظروا يا أبنائي إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم فنحن يا أبنائي إذا تناولنا شيء من الأكل أو المشروب فإننا نقوم بغسل ماذا الفم واليدين بعد الأكل نأتي الآن إلى نظافة أسنانه صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أبنائي بالسواك وأكثر من استعماله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك وبخاصة عند الوضوء أي إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى استعمال السواك وكذلكم يا أبنائي عند الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة فهذه الدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة ماذا يا أبنائي أسنانه وكذلك عند قراءة القرآن الكريم فإن هذا من الآداب من آداب تلاوة القرآن الكريم استعمال السواك وكذلك يا أبنائي عند تغير رائحة الفم فإننا نستعمل ماذا السواك أحسنتم يا أبنائي وكذلك عند الاستيقاظ من النوم وكذلك عند دخول المنزل نأتي الآن إلى نظافة شعره صلى الله عليه وسلم فقد كان يهتم بنظافة شعر رأسه ولا يتركه أشعث متفرقاً أي متسخاً وغير مرتب وإنما كان يعتني نبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلاً مرة من أصحابه وكان شعره ماذا متفرقاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى هذا التوجيه النبوي أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره فإذن أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة شعر الرأس نأتي الآن إلى العناية بنظافة الجسم حديث عبد الله بن عمر الآن يا أبناء نستمع لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل ففي هذا الحديث يا أبناء بارك الله فيكم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد الذهاب لآداء صلاة الجمعة فيتأكد في حقه ماذا؟ الاغتسال من جاء منكم الجمعة فليغتسل والمقصود يا أبناء بالاغتسال هو الاستحمام بالماء وهذا مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة الجسم أحسنتم يا أبنائي ناتي الآن إلى هذا النشاط الغسل هو أحد آداب الجمعة بالتعاون مع زملائك في المجموعة نقوم بتسجيل وتدوين ثلاثة آداب أخرى ها يا أبنائي أحسنتم من ذلكم الذهاب إلى الجمعة مبكرا وكذلكم قراءة صورة الكهف وكذلكم ماذا لبس أجمل الثياب أحسن الثياب ناتي الآن إلى التعريف براو الحديث فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب هو ووالده صحابيان كان من أخلاقي هذا الصحابي الجليل عبد الله أنه كان حافظا للسانه فلم يسمع منه لعن ولا كلام قبيح فإذن يا أبنائي هذا الصحابي الجليل كان من أكثر الصحابة ماذا تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن يا أبنائي نقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتكلم إلا بالكلام الطيب ناتي الآن إلى هذا النشاط الثاني لما تستحب النظافة عند أداء العبادة يا أبنائي لماذا أحسنتم لأن المسلم يقف أمام الله سبحانه وتعالى في العبادة والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وحتى لا نؤذي إخواننا المسلمين فبالرائحة الكريهة يا أبنائي لا يستطيع أن يحقق المسلم الخشوع في العبادة فإذا كانت الرائحة طيبة فهذا مما يساعد في الخشوع ناتي الآن يا أبنائي إلى دائما نقول نتعلم لنعمل فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العناية بنظافة ماذا؟ الجسم والجسد والثوب والفم والأسنان والشعر فنعتني يا أبنائي بهذا الجسم كاملا بالنظافة وكذلك يا أبنائي نحرص على ماذا الاختسال لصلاة الجمعة قبل أن أذهب إلى المسجد ناتي الآن إلى التقويم السؤال الأول أعلل لما يأتي؟ أعلل أي أذكر السبب ألف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاختسال يوم الجمعة لماذا يا أبنائي؟ أحسنتم لأنه عيد الأسبوع لأن الجمعة عيد الأسبوع ويتأكد في حق المسلم أن يكون ماذا؟ في نظافة تامة باء من السنة يا أبنائي غسل ماذا؟ الفم بعد شرب اللبن لماذا يا أبنائي؟ أحسنتم لقوله صلى الله عليه وسلم إن له دسما السؤال الثاني أبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعر رأسه؟ يا أبنائي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني؟ أحسنتم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظف شعر رأسه ولا يتركه أشعث متفرقا كان يحرص على ماذا؟ نظافة شعره باستمرار السؤال الثالث لما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التنظف والاغتسال يوم الجمعة؟ أحسنتم لأنه عيد الأسبوع وحتى نقبل على الله سبحانه وتعالى ونحن طاهرين ونظيفين وحتى لا نؤذي المصلين لأن النظافة والرائحة الطيبة مما تساعد في الخشوع وفي الختام يا أبنائي بارك الله فيكم هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته